اشتركوا في القناة من قبل مختلف الجهات المشاركة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نائف وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا أهمية التقنيات المتقدمة في مساندة قوات الأمن في أداء مهمها منوها بما تم تحقيقه من تطور في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي لموسم حج هذا العام إلى ذلك أكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل نجاح الخطط الصحية لموسم الحج وخلوه من أي تفتيشات تفشيات للأوبئة أو مهددات للصحة العامة